التجربة لماذا أستمر في الحصول على هذه الأفكار؟ هناك قوة تعمل مدمرة وعنيدة في حياة كل مؤمن الإغراء هو التأثير المستمر والعامل الجذاب لحياتنا المسبقة مع كل عددها السيئة هدفها إعاقة مشينا القريب مع الله الإغراء نفسه غير قاتل ولكن الإسلام له قد ينجم عن عواقب عميقة ودائمة أفضل عمل استراتيجي مضاد لنا هو الكشف المبكر والعمل التقويمي الجريء ليس عند المسيحيين مناعة ضد أفكار الشر وتصرفاته وبالحقيقة ولأن المؤمنين هم قيمة كبرى لله فنصبح نحن هدفا كبيرا أكثر من غير المؤمنين عدونا ماكر ويجد كل الطرق الممكنة لإغراءنا حتى الرسول يحنى بأن نحمي أنفسنا بعناية في ثلاث مناطق شهوة الجسد وشهوة العيون وتعزم المعيشة شهوة الجسد قد تضمن الإنغماس الذاتي والتركيز المفرط على جسد الإنسان وأفكاره الجنسية النجسة شهوة العيون تشير إلى ما نطوق إليه بصورة غير مشروعة احذر لما تسمح لعيونك بأن تراه كبرياء الحياة تظهر في تعزيزات الذات الطموح الأناني التقدم على حساب الآخرين لا تحاول محاربة التجربة بمفردك نادي على الرب للمساعدة في المرة القادمة التي يتم فيها إغراءك فهو يقدر أن يعين المجربين مع كل نصر تكسب قوة كبيرة الله وفيه وسيجعل لك طريقا للهروب اشتركوا في القناة